كانت بيقول لك انبارح الكمية الكمية بيطلع فيها الحركة. يعني العرض بيقوم بالعرض. انت بتخيل الحلة. يعني انا ممكن يلاقي حركة زرقاء ماشية في الشارع كده. ومش عارف يعني هي جوهر يعني. ويقول كلام يعني مراجيح خلص. فاحنا عاوزين نعرف والاخ كانت اقل كده ولا لا. كميل? انا طبعا كنت شرحت قبل كده فلسفة كانت وشرحنا الفلسفة العقلية بتاعته. وكلمنا على كتاب نقد العقل المحدد. وش عارف ومسجل الكلام ده ولا لا? بس نحن النهاردة هنتكلم بس على قضية السببية. هل هي من الدرات العقلية ولا مش الدرات العقلية? وهنتكلم على النقود بالدال التي قدمها الثلاثي المرح اه هيوم وكانت ورسف. جميل? فهنشوف الرضوب بتاعتهم. وبعد كده نبدأ في الكلام بتاعهم اصد النقود بتاعتهم ثم نرد عليهم ردا هادئا علميا ثم نناقش الشباب الظروف اللي عادي بيقولك السببية ما ينفعش نستدل بيها على ربنا صلحة تعالى. يعني يعني دقيقتين ونبدأ الشباب ان شاء الله. فرانكنشتين التسجيل من تحت هيكون كويس? او لو لو عشان الصوت فاطلع. هذا بساجلنا كمان ابن انا متاحة. انا عادي كازا تسجيل اخوانا عشان مش كونه شوية واحد ملحب. هندي قولك السببية ما تنفعش. وليست مدرات العقلية وكامل اهبل ده فمش عجيب بقى العيني يروحس مع التسجيل يا حديد. هلاص هسجل انا كمان هشيك. طبعا بإذن الله. اتفضل يا شيخ خالد. اتفضل. طيب نبدأ اخوان طبعا النهاردة احنا نتكلم من الانصاف ومن العدل لما نتكلم في قضايا معلش شوية يعني عقلية محتاجين اللي احنا نعمل ايه? نجيب نصوص من عندهم. يعني ما نقولش كلام واحنا مش عندهم. او ما فيش كلام نقول كلامنا نرد عليهم ما نجيبش نصوص من عندهم. فده خلط. فانا جايب النهاردة نصوص من عندهم. هما في تقريبا اشهر خمس نقود ضد السببين. الموضوع ببساطة ايه القصة قبل نكلم عن النقود? بص يا اخوان. المسلمين بيقولوا ايه? لكل محدث محدث. كل حاجة موجودة لها علة. فاحنا لو جينا قلنا اللي الكون ده قبليه كون وكون قبليه كون. لازم نوصل في الاخر الى التسلسل العلل. والتسلسل العلل ايه? ده مناقط للعقل. فلازم في الاخر ايبا فيه علة اولى او سبب اول هو الله سبحانه وتعالى اللي يخلق الكون. فاحنا بنستدل بنستدل بالسمابية على وجود الله سبحانه وتعالى. بتستدل بالسمابية طبعا في دليل امكان بشرط الحدوث بنستدل ساعتها مش مش من الاستقراء. لو انت قلت الاستقراء ايبا انت في كلمة عالمة بس. ما بنكلمش على خارج العالم. واحدة كلمة عن القول بتاعت النهاردة ان شاء الله رب العالم. انما فاحنا لو هم ضربوا السببية هم يزونوا يعني. اللي هم يضربوا حاجة مهمة جدا في المسلمين وشعرف نرد عليهم وشعرف نوز بوجود ربي. فدي قضية ده الموضوع. عاوزين يضربوا السببية عشان يقولك مش كل محدث ليه محدث. ومش شرط ان ربنا خلق الكون ولا حاجة واللي بفي رب مش شرط. ممكن يكون الكون يعني لوحده كده وما بيش ايز اسبابي. فاحنا نتكلم على اشهر خمس نقود ضد مبدأ السببية. هنناقشهم. هنناقش الموضوع ده واحدة واحدة. وهنجيب كلام من كتبهم. وبعد كده هنرد عليهم. وبعد كده الخطة اللي نناقش الناس بقى. اللي في عنده حاجة مش واضحة نوضحها ليه. طيب من الكتب المهمة اللي كتبها كانت طبعا كانت مائة الف سبعمائة الف سبعمائة الف سبعمائة واربعة. آآ وهو من الشهير يعني فالسوف منه الكانت الشهير. وهو فالسوف العقلي الشهير. كان كان يقول ان الدليل الانتولوجي والدليل الكوزمولوجي اللي اتنين ابطالهم. مش محتاجين عشان طبعا السببية عشان حاجات حاجات اخر يعني غير السببية. وبعد كده قال لك احنا عندنا نستدل على الله شهر تعالى بالدليل الاخلاقي. الدليل الاخلاقي اللي لازم اللي ربنا سبحانه يبقى موجود عشان الاخلاق. عشان نضبط الاخلاق بتاعت المجتمع. تمام كده? كانت بيقول بقى في كتابه لقض العقل المحدد هو من اعظم ما كتب كتابه صعب يجيب على فكرة. حقيقة. يعني يعني في ناس يقول لك اصلا قرأت كانت. حتى الرجل هو بتكلم. لا يمكن يكون قرأ كانت. انا اتحداء من قرأ كانت. لان كانت فعلا صعب. وكتاب بتاع نقد العقل المحدد من اصعب القول الفلسفي. لكنها تستطيع ان تفهمها. بس بعد فترة بنزام. حتى عشان كده بقول للناس دائما اللي لما تتعلم فلسفة خليك ماشي وراء السلم اللي بيضعه لك الشيخة او الرجل الاستاذ اللي بيعلمك الفلسفة. لازم السلم العلم ده. فاحنا قرأنا كانت اظن بعد اربعة سنين او خمس سنين تقريبا من من بداية التعلم في الفلسفة وفي علم العقيدة. في عند المشايخ. انا. فهو الكتاب نقد العقل محدد او نقد العقل الصعب لك فيه جميع 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 كتاب في 16 سنة. وهو يكلم فيها امانوال كانت عن قرارة السلم. هو بيقول بقى ايه بص اول اعتراض اول نقط. ببساطة هقوله هقوله بالكلام البسيط وبعك اقرأ لك اللص عشان يبقى كلام محق مش كلام كده قاعدين على المصطبة يعني. اللي هو بيقول اللي استبابية تعمل في هذا العالم. النرج هذا العالم العقل لا يعمل اصلا. العقل يفهم من متافيزيقة. متافيزيقة الله والرب. مش هقدر افهم الكلام ده. فلما تقولي السبابية السبابية تمشي في العالم بتاعنا. في الكون بتاعنا. انما ما تنفعش تمشي على متافيزيقة او على عالم الافكار مثلا. او على الله الرب ما ينفعش. فلما تقولي لكل محدث محدث. وتقولي العالم ده محدث. اذا هناك محدث والله. الله ده خارج الكون وقدان خارج الكون ما يمشيش السببية معي. فلا تستدل على السببية على وجود الله. كده فهمنا النقد الاعتراض بتاعه. طيب. النص بقى. نص كلام. صفحة. آآ 669. بيقول ايه? بيقول آآ ان الاستدلال على العلة الاولى المرتكز على استحالة سلسلة صاعدة غير متنهئة طبعا الفوز بتاعته صعبة شوي. آآ من علا المعطاة في عالم الحسد هذا لهو استدلال لا تسمح لنا مبادئ استعمال العقل باننا استخلصه حتى في الخبرة. بينما ان انا هنا نود المبدأ جميل ونود به الى حيث لا يمكن ابدا اطلط هذه السلسلة. يقصد اللي ما ينفعش اقول استخدم الاستدلال على العلة الاولى بمبدأ السببية آآ عندما نود السلسلة الى اخرها بمعنى خارج الكون. وكان بيكلم ساعتها عن خارج الكون. كده وضحت اللي احنا السببية دا وجهة نظر. السببية بتعمل في الكون بتاعنا مش خارج الكون بتاعنا. طيب. آآ دا الاعتراض الاول على السببية. هنقول له احنا ايه بقى? نركز يا اخوانا شوي. مش الكلام دا دقيق لو سمحته مش كلام يعني. فاعوزين نركز شوي. آآ ايه الموضوع? احنا نقول له بمنتهى البساطة. يا استاذ كانت. انت تؤمن ان العالم دا كل جزء منه كل جزء منه يحتاج الى سبب. صح? انت لسه قال العلا والسببية بتعمل في الكون بتاعنا. فكل جزء منه يحتاج لسبب. صح ولا لا? آآ. يعني الدنيا اللي ولعت دي فيه نار ولعتها كميل فتحتاج الى سبب. يبقى كل جزء منها يحتاج الى سبب. هنسأله سؤالي. طيب اول جزء عندما كان اول جزء في هذا الكون. احتاج الى سبب ولا محتاجش لسبب. اول جزء. اول جزء. احتاج الى سبب ولا محتاجش لسبب. ما عندوش الا تلت ردود. هيجي قلتك ايه? آآ. مالوش سبب. يعني ايه? اول جزء في الكون لم يكن له سبب. كده يبنقض نفسه. لان انت قلت كل جزء. كل جزء في الكون يحتاج الى سبب. دي قضية كلية. فانت اول جزء في الكون كان موجود كان له سبب ولا لأ. لا قلت منوش سبب. يبقى انت كله غلط. لانك قلت كل جزء له سبب. فده الرد بتاعه يرد عليه بلانك كده متناقط. واحد. افرد قال آآ ان هذا السبب من جملة العالم. يعني اول جزء كان في العالم كان له سبب. بس السبب ده من جوه العالم. هنقول له كده انت كده قلبت القضية. حولت الاول الى ليس باول. لان سؤالي الفرض بتاعي اول جزء في العالم. لما تيجي تقول لي جزء العالم في سبب من جواه. خلق هو اللي كان سبب لأول جزء ما بقاش اول جزء. كده يبقى الفرضية غلط. فانت ما جوبتش على السؤال. تروح تو مشوار تاني. زي ما اقول لك مثلا البلح اصفر تقول للاطرس رعا. انت كده واجبتش على السؤال بتاعي. فانفعش تقول له جزء من العالم لانه هو اول جزء بالفعل. يبقى لو قال كده يبقى هو ايه? قلب القضية. ومش فاهم هبنتكلم في ايه? النقطة التالتة هيقول ايه? على فكرة هو اول جزء في العالم له سبب. وهذا السبب بالطبع لانه اول جزء في العالم خارج العالم. يبقى سبت ما يقول وكلامه نقطة. كلام صعب. صعب يا سيدس مش عندك? سهل يا مولانا. كده ايه احنا لما يجي اي من ادم يقول لك على فكرة قانون السببية يعمل في العالم ترد عليه الطريقة دي? وليس عنده الا الثلاث نقطة. طيب ممكن يقول لك اصلا فرضيتك غلط بمعنى. انت تقول له اول جزء في العالم يقول لك انا اسف. انا شايف اللي العالم قديم. اصلا. العالم قديم هنقول له سلسلة يعني قديم مع الله مع العلة الاولى والهو قديم بذاته. لو قديم بذاته يبقى هو دور. صنع نفسه بنفس وده الدور والدور محال. طب حد كان له سبب وكان معاه على طول وهو قديم. وازني. وان العالم قديم لا يمكن قد ان هو قديم. وللنهائي لا يمكن نصل لنقطة اللي احنا فيها دي ابدا. لان لو النهاردة الجمعة هو فعلا من النهاردة الجمعة. وانا بقول قبليه ايام لا نهائية لا يمكن نصل لهذه الجمعة. لانه ممكن يعدي متين مليون سنة. اقل من لا نهائي. ستمائة مليون سنة اهل من لا نهائي. خمسمائة مليون سنة اقل من لا نهائي. لا يمكن نصل اليوم الجمعة ابدا لو كان العالم قديم. اذا ابطلة أول نقد قاله كانت فيه كلام صعب لا بقى كلام رائع سيك تمام النوع التاني هنا فيه خمس نقود خمس نقود دي الأساسية الكلام بقى كلام صغير يعني مفعش نتكلم بصراحة أهبل يعني الكلام التاني الكلام اللي قاله راسل في كتابه الفلسفة بنظرة علمية صفحة 97 يقول لك إيه يقول لك أنه راسل دول كده يجب يجب أن يكون هناك تعاقب بين السبب ونتيجته يعني لازم يكون هناك زمان ومدام قبل الكون لم يكن هناك زمن يبا ما كانش فيه سبب لأن السبب السببية تعمل في الزمان وفقط وهذا أمر بداه وضروري نص كلام اللي هو بيقوله نص كلام بولي فهناك بين السبب ونتيجة فترة مهما قلت في قصرها فهي على كل حال فترة ذات طول زمني معان وهناك احتمال أن يحدث خلال هذه الفترة ما يحول دون أن تظهر النتيجة تابعة لسببها على أنه كلما كانت الفترة بالغة في القصر وكانت النتيجة أشدت الساقم بسببها قل ذلك الاحتمال بطبيعة الحال ده نص كلام صفحة 97 في كتاب الفلسفة بنظرة علمية بيرتان دراسل الرد هنقوله بنته الوضوح أنت قلت إيه؟ قل لي في سطر أنت قلت إيه يا راسل كده؟ أنه يجب ضرورياً أن يكون سبب ونتيجة ويكون السبب ونتيجة في زمن السبب ونتيجة لا يعملان بغير زمن ده كلامه الرد مين اللي قال لك الكلام ده؟ عند حصول الشروط اللازمة فإن النتيجة تتم مباشرةً لا تحتاج إلى زمن زي قصة الخاتم والأصبع لما واحد ده بس خاتم في إيه ويحركه فهو حرك إيه فالخاتم يتحرك معاه في نفس اللحظة لا يحتاجه إلا زمن زي الأرقام حتى لما واحد واثنين واحد واثنين بعدها مش محتاجة زمن يعني وراء بعضهم وفي نسألك لا واحد واثنين ده أمر آخر إنما موضوع الخاتم صحيح ليس هناك زمن فوجودك سبب في وجود ظلك على الحد كذلك دكتور شريف كما قال إمام الرازي أن الزمان الماضي صعب أوي ليش؟ صعب أوي والله ما تفهموها قاعد إنهم يستبتوا لحد الأخ بقوله أربعشرين ساعة الشيخ عمين من أمس يدور الإجابة هذي ما خلاص يلا فلاش منها يعني لا 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 ما سدق والله لما بقالها تقعد تضحك قلت والله ما يفهموها والله ما يفهموها الأخ بقوله أربعشرين ساعة الفرق يستبتوا لحدها قد تقوله إيه طيب فيعني إيه فيبقى الكلام بتاعه إحنا عندنا يا أخوانا في المنطق الكلية المجبة يعني يقولك إيه كل سبب يجب أن يكون هناك زمن حتى يصل إلى نتيجته لو أنا أثبت له قضية واحدة جزئية منفية تسقط الكلية بتاعته فالجزئية المنفية تسقط كل الكلية أنا واحد يقول لي كل التفاح أحمر جميل جبت له واحدة التفاح بس تخضره أسقطت كلامه القضية دي اسمها قضية كلية في المنطق أسقطت الكلام بتاعه إيه اللعب يا عمل أسد يلا إيه الكلام اللي أنت تقوله ده فيبقى قضية اللي فيه زمن ساقطت وأنا جبت كلام راسي المقطة دي وضحت فأي مشاكل وضحت يا دكتور لا 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 أبدا هي وضحت ممكن وضحت للشيخ مش عين بس يعني إحنا كمبتدئين لسه لا 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 بالعكس أنا لابس خاتم يا لابس خاتم يا إبراهيم أنا أجب يعني ولكن لبحرك إبراهيم أقول مين كانت عند الرازي والتفتزاني غلابة جدا لا أكيد يا لبان لو أنا حركت يا إبراهيم ركز مع إبراهيم لو أنا حركت إيدي إيه دي سبب تحرك الخاتم لفيدي جميل؟ هل يحتاج إلى زمن؟ ولا أنا بحرك إيدي الخاتم بتحرك معايا في نفس الوقت؟ لا أنا بحرك إيدي الخاتم بتحرك في نفس الوقت يبساقط ما قاله الرسل لوله ولعب مع الأسد يا حبيب وروح تعلم منطق يا بابس رسل قال لازم فيه زمن بين السبب والنتيج جميل؟ فأنت لما تجي تقول لي فيه سبب دي مشكلتها إيه؟ يقول لك قدم ما فيه زمن خارج العالم يقبى ربنا مش موجود لأنه محتاج زمن عشان يخلق العالم وبما إن الزمن مرتبط بالعالم وما كانش فيه زمن قبل العالم يبقى ما كانش فيه ربنا يبقى كانش فيه سبب وراتيجا دكتور ده حضرك اللي حضرك قلت اللعيلة والمعلول على التراخي أيوة لا لا ده كلام تاني ده قصة تانية في القدم ده قدم العالم والمعلول على التراخي ده بتاع ابن سيناء وكلام ده ده قصة تانية بس يعني ما فيه زمن ده هو بيوم في أصل السببية استكينه في الجبنة بس ضبط صح صح بس هو الفلسفة المسلمين يثبتون وجود الله سبحانه برطان دراسل لا يثبت وجود الله حضر حضرك نفيته بوجود النتيجة والسبب في نفس الوقت صحيح بيجوه لوجود زمن صحيح لقي الخاتم أو الساعة في الإيض صح طب ده يا أخوان أنا عاوز أقول بك حاجة مهمة جدا أنا عاوز أقوله كانت عبقري راسل القضية بتاعته القضية خاسرة هم محامين شطرين جدا بس القضية فاشلة فعشان كده بيخسروا برطان دراسل عندما يتكلم عن المنطق بعيدا عن الميتافيزيقة أستاذ عندما يتكلم كانت في المعقلات أستاذ عبقري وفز وتقول سبحان الله أعطاه هذا الزكاء ولكن يا أخوان افتكروا قولة عمر بن الخطب رضي الله عنه اللي معلشش عني الناس بكلها ما ديش ترط تحت رجلية عمر الخطب مرة جاء إليه شاب وهو أمير المؤمنين ومعه ومعه تمثال من العجوة قال له يا أمير المؤمنين أكنتم تعبدون مثل هذا الصنم زي كده من العجوة وإذا جعتم أكلته ألم يكن عندكم عقول ما عندكمش عقول فضحك عمر بن الخطب هو بيزيد عليه طبعا فضحك عمر الخطب قال يا بني كنا أصحاب نوها إحنا أصحاب عقول يا بني ولكن لم تكن عندنا هداية من أعظم مقيل في هذا الموضوع أوعت افتكر كانت ده بسيط فز فز ولكن لم يكن عنده هداية راسل فز ولكن لم يكن عنده هداية يا حسن الفكري يعني إحنا بنقل منهم يجيبين لهم تفهين لا 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 يا بص الكلام ده إنت ساعة وإنت بتقرأ تقول يا أخوانا هو ده راسل هو ده كانت يا أخوانا عيب يقوله الكلام ده يعني الموضوع الرجل العباري الكلم في المنطقية الرياضية إزاي إزاي غلط الغلطة دي لم يكن عنده هداية والهداية وربنا لا يمكن يهدي واحد يعني متجبر وذلك من عدل الله وفضله علينا هو وقد في نفسه ألم ووقد في نفسه عارف أنت بيقى في نفس متر أنفاء يعني خمستاشر ألم في بعض فكن نفسه هو عظيم يعني فهو لازم لازم يعني الهداية التي تصل إليه من حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى طيب في قضية تانية القضية التانية دي أخونا ديفيد هيوم هو اللي قالها وعمل كتاب يسمى مبحث في الفاهمة البشرية إزاي نفهم تخيل لما هيوم يعلمنا إزاي نفهم بصة بقى بيقول صفحة 52 طبعا الطبعة بتاعت زكي نجيب عشان بس نعرف أنا أنا طبعا بيقول بقى بيقولك إن مبدأ السببية لابد أن يكون مضمن في مفهوم كل من السبب والنتيجة بمعنى النار أنا بشوف قدامي النار بتولع في القط النار سبب حريق القط إحنا عندنا نار وعندنا قط في علاقة في سببية ما شوفها قدامي أنا بشوف إيه نار وقطن بس طب إيه اللي بيحصل اللي بيولع مش شرطي بس سبب هو النار هي اللي ولعت القطن أما ليه اللي حصل يا أخي فاهمي إيه اللي حصل علىك ده الاختران وعشان أقول اللي في حاجة اسمها السببية غير السبب والنتيجة لازم تكون السببية دي دخلة جوة النار أو دخلة جوة دخلة جوة السبب أو دخلة جوة النتيجة يعني السببية لاقيها جوة النار تلاقي النار دي سبب وجوة حاجة اسمها سببية إيه ده يا سلام إيه السببية الموجودة دي أو بص على نتيجة لقي وهي السببية أخونا بص رق اللي هيه السودة دي جوة دي دي السببية ما اخدين بالكم الكلام التافي انتم تخيل الفهم عامل ازاي بوستسي هو قال لي بقى نص الكلام صفحة اتنين وخمسين بقول بهما حللت بعقلك البحث وقعة ما فلن تجد فيها ما يدل على انها كانت مسبوقة بكذا او ان كذا سيصاحبها او سيلحقها والسبب شيء والمسبب شيء اخر والنتيجة والسبب والمسبب حادثان مختلفان يعني وتحليل احدهما تحليل العقلية لا يدل على وجود الآخر وعاوز يقول لك اللي لازم السببية العلاقة دي السببية تكون مضمنة يعني دخلة جوه السبب او جوه النتيجة الرد عليه انت العب مع الاسد يا ابني انت عبيد في الآخر الاعتقاد اصلا غير صحيح اكبر بلوة قالها يوم ده يعني بجد يعني شغل مجانين والله ده شغل مجانين والله عظيم انت عاوز تقولي جوه النار هتلاقي في حاجة اسمها سببية هتلاح حاجة اللي بس اصفر مثلا حاجة اللي بس احمر تقوله ايه اخبارك يا نور دي السبب دي يا جايبها معايا ايه يا ابني الهبل اللي انت بتقوله ده حبيبي احنا لا نتكلم عن علاقة التضمين يعني السبب جوه العلاقة السببية ولا النتيجة جوه العلاقة السببية انما استنزم عقلي يا ابن آدم اللزوم لا يعني التضمين بمعنى يعني ايه اللزوم لا يعني التضمين انا بقول انت جوه جسمك قوة عضلية ضربت اللابتوب فالقوة متضمنة جوه عضلك فعلا انت انما لما اقول النور قطع فاتقطع النور على اللابتوب انا كده بتكلم عن استلزام من اللزوم من العقل الارتباط اللزوم مش انطباط التضمين ان الكره بقطعت فعشان كده اللابتوب بقطع عشان كده التلاجة فصلت بمنتهى الوضوح مش علاقة التضمين ولكن علاقة استلزام حد فهم الفرق بين التضمين والاستلزام ايه في حاجة صعبة هو احد يقول حاجة صعبة لا يا دكتور مفهوم كده خلصنا كام اربع حاجات نمرة خمسة اللونة بتفئ فيها الاخ هيوم مع الاخ فهمي اللي هو التاني ده اسمه ايه ده رسل في الموضوع ده بيقول ايه ان مبدأ السببية لا يدرك بالحس وما لا يدرك بالحس فلا وجود له هو الاخ التاني الاخ هيوم كان عاوز يدور جوه النار على حاجة اسمها العلاقة السببية يعني الاقي علاقة السببية جوه اعرف انت فهو ما لقهاش بالك يعني لازل تقوم مضمنة جوه فاحنا قول له في حاجات مش شرط مضمنة في حاجة اسمها استلزام استلزام عقلي هنا بقى بيقولك معلش يعني اصلا علاقة السببية اصلا بالظاهرة في الحسي خالص ولا شمها ولا اشوفها ولا ولا المسها بانتاية علاقة السببية انا شايف دامي نار وولعت اتكلم عن انت شايف ده اسمها اقتران ولكن لا يعني ان السبب هو اللي ادى الانهاتف دي مش النار هي اللي ولعت مش المية هي اللي طفت النار لا انا شفت مية وشفت نار ما تدخلش حاجة من الدباح ما تدولش لسيم علاقة بينهم وبعض شغلعتها طبعا اول رد عليه بعد اذن حرك لو سمحت انت كده جعلت كل المعرفة الحسية الى الحس صح يا سيد هيوم ده لفظ برطان دراسل وهيوم برطان دراسل في المنطق في المنطق مبحث في اللي فاهمة بتاع هيوم وبرطان دراسل الفلسفة والنصرة علمية صفحة 96 والتالي صفحة 55 عشان بس ايه وكلام في الفلسفة المنطقة الوضعية نفس الموضوع برطان انا قلت المصادر عشان الناس تعرف ترجع لها لو حب ترجع لها انت كده قلت ايه يا هيوم انت وبرطان دراسل ان الهلم العقل لا يكون الا بالحواس بس حل واوي انت اثبت ان المعرفة لا تأتي الا بالحواس الخامسة اللي هي حاجة شمها اتزوقها اشوفها اسمعها المزها بيدي مفيش عقل يا باشا ماتقوليش عقل بقى له الكلام ده ولا اي حاجة بالحاجة دي كلها تمام المعرفة ده كلامه المعرفة تكون بالحس فقط هاسأله سؤال عرفت منين ان الحس فقط هو المعرفة يعني اثبت لي الكلام ده لا 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 اثبتها لك اه فاثبت لي يا باشا اثبت لي الكلام ده هتثبتو بايه هقولك يا اثبتو انا بشوف اللي المية بتضط في النار تماما بعدين فاستنتج تقوله استنى 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 الاستنتاج ده جبتو من الحس ولا استنتاج عقلي يعني دي الاستنتاج ده موجود جوه العين مثلا ولا جوه الجلد بيستندج لوحده ولا جوه الودان الودان بتستندج تبقى قعدة كده معاك ايه رأيك نعمل كذا كذا بتعمل كده للمودان الرجلين هي الاستنتجة ولا عقلك الاستنتاج نشاط عقلي ام حسك نشاط عقلي اذا سقط مذهبك فقد علمنا ان الحس أن المعرفة لا تأتي إلا بالحس باستخدام العقل وقد عرفنا ذلك فسقط مذهبك وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خمس حاجات على مبدأ السببية اللي يقول لكم بعد كده زمن اللي يقول لك خارج الكون اللي يقول لك حس اللي تقول لك العالم قديم اللي يقول لك أن العلاقة السببية لازم تكون متضمنة جوه السبب ونتيجة ترد عليه والكلام وضح جدا وكده احنا رضينا على الخمس مشاكل الكبرى اللي القدس السببية وشكرا جزيلا حد له تعليق ومش فاهم حاجة الاستدلالات بتاعتهم يا شيخ شريف يعني هل هي ضعيفة للترابة ولا يعني حسن رددتها العلوم منطقية بصراحة فضل يا شيخ محادي دكتور شريف أنا ما دخلت متأخر أنت يعني تطرقت إلى استنباط السببية من هوية الممكن أم لا 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 ده ما كلمش عادية أنا كلمت على اللقود النقود التي الخمس نقود الأساسية آه التي قدمت ضد السببية إنما احنا السببية لا تأتي بالاستقراء وتعدي目 من هوية الممكن ده قضية تانية. هتأتي استنباطاً ام استقراراً ده قضية تانية. انما انما هنكلم على النقود الاساسية التي قدمها كانت ومش وراها راسل. هو كلام اللي قاله هيوم. على فكرة كانت قال لقد لقد انقذني هيوم او ايقظني من من الضغماطية التي اعيش فيها. يعني ضغمائية اللي انا كنت اعيش فيها وكنت خلطان. فهو اللي احياني ديفيد هيوم. فاحنا يقول للتاني الخمس حاجات الاساسية اعتراضاً على المبدأ السببية. عشان مش حدي تاني. اصلاً سمعتك ام برح كلام. ان السببية لا تعمل خارج الكون. ان السببية تحتاج لها وقت وتستلزم وقت. انا مش عايز. كل الكلام الفارغ ده كله يترضى عليها. دكتور شريف ترى حتى حتى كلمة كلمة خارج الكون مجرد لغو. ما المراد بخارج الكون? ماذا تقصد يعني? كون اخر يعني? كون ممكن? يعني ينتمي العالم الممكنات. فرضية مقبولة يا شيخ مش عالي. معلش اناسك. هو فرضية مقبولة. طيب ما المراد بخارج الكون يعني? هو ده الحربة. اللي هو ان يعطينا تعريف ما هو. ايوه يعطينا مفهوم ما هو ماذا يقصد بخارج الكون. صحيح. لكي نستطيع ان نقول هل تعمل سببية ام لا? لانه هو لا يعقل الا هذا الكون. لا يعقل الا هذه الجواهر والاعراض. فعندما يريد ان يفترض وجود شيء خارج الكون طيب. هل تريد ان تقول ان هناك كون باء? طيب. يقول نعم. تفضل ما هو ما هو مضمون او محتوى الكون باء? مهما شطح به الخيال ونطح لن يخرج عن الجواهر والاعراض. صحيح. عشان كده. وتجري عليها نفس الاحكام. صحيح. عشان كده اخونا امبالح اللي اللي تكلم وقع في كمية تنقضات عقلية لا يقولها طفل صغير والله العظيم. امبالح عندما يتحدث ان الحركة لها كمية والكمية تقع على الحركة اي يا عم اللي انت بتقوله ده? يا عم ما تروح تطص وشك بحاجة عشان تفوق. انت تشرب حاجة يا ابني. الكلام اللي تقال. يقول الحركة الغليظة. شنو الحركة الغليظة يعني يا البس هدوم تغيلة يا دكتور. البس هدوم تغيلة وتحرك يا دكتور شريف ولا اي يعني. يا اخوان ده ومشكلة كبيرة جدا. هو اصلا قام بيمين. عشان الغرفة دي سببها حضرتك والله يا سيد امين. عشان اللي لا تكذبش. انت فضل سيد امين. وسؤالك الحائر الذي لم يجيبوا عليه يعني. شوف يا. هم التبسيط وبسط المسألة الا انهم يعني 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 اصروا على عدم الاجابة يعني. لا هي المشكلة يعني انا اتناقش مع وقت يعني نشرت منشور وتسجيل احد الاخوة سجل الحوار ونشروا على اليوتيوب وانا نشرته. فجاء هو يعني لم ينم البارحة بالمناسبة. كذا يصابوا بالجنوب. واكملت معه النقاش. والله العظيم لو لو تنظرون الى كمية المغالطات. كمية العبد. كمية الفوضى. كمية الصفصة. عند هذا الشخص الذي يقدمونه في غرفهم. اقسم بالله. ستغلقون الغرفة. وتجمعون ملابسكم وتيابكم. وتهاجرون الى مكان ليس فيه. ليس فيه كائنات حية. فقط. ربما تكون النباتات فقط. هو مسألة تقلك توجد حركة في الكم. يعني هو حتى المسألة مش مش فاهمها يعني. عندما يتحدث مثلا علماء العقليات في المقولات يتحدثون عن حركة في الكم. او عن حركة في الاين. او عن حركة في مثلا. لكن ما الذي يقصدون بها. يقصدون مثلا عندما نقول مثلا بان الجسم ينتقل. هنا يحدث حركة. تلك الحركة التي ينتقل فيها الجسم من مكان الى مكان وسميها حركة في الاين. فنحن نتحدث عن انتقال الجسم. هو اختلط عليه الموضوع. يعني تشابه عليه البقر. فسمع حركة في الاين. يعتقد بان الحركة تقوم في عرض اخر اسمه الاين. او تقوم في كم اخر. تقوم في عرض اخر اسمه الكم. يعني يوجد عندنا حركة طويلة مثلا. هكذا. عرض قائم بعرض. فانا قلت حاولت اوضح له الفكرة. يعني قلت له شوف. يوجد الحركة في الاين والحركة في الكيف والحركة في الكم. هذه ليس المقصود بها ان العرض يقوم بالعرض. لا. هما عرضان كلاهما قام بجسم مثلا. قام بموضوع. هذان الامران. وعندما ينتقل هذا الموضوع الذي قام به هذان العرضان كانتقال الجسم مثلا بالمكان الى اخر. نسميها حركة في الاين. فهي ليست حركة للأين. هي حركة في الاين قام بها الجسم. والعرضان كلاهما قام بالجسم. فلا يعرف هذا الفرق. فقام اختلط عليه الموضوع. فقام جاء بمصيبة اكبر. قال لك يسير الجسم نفسه كم. فقلت له كيف الجسم كم. يعني الكم. هل هو عرض. ام قائم يعني هل هو عرض. ام مثلا نقول جوهر او جسم. بعبارة اخرى. هل هو موجود لا في موضوع. ام انه موجود في موضوع. فان قلت بانه موجود في موضوع. فالجسم مثلا موجود لا في موضوع. فكيف تعطي لتعريفا تعرف شيئا بنقيبه او بمقابله. مثلا تعطي للعرض تعريف الجوهر وتعطي للجوهر تعريف العرض. وتجعلهما شيئا واحدا في نفس الوقت. فكمية مغالطات كبيرة جدا. بالمناسبة الصورة التي كان وضعها. عندما قال لك الحركة هي كيفية هي كمية عندما عندك. قلنا له اين قال كانت هذا الكلام. لم يأتي باي دليل او باي كلام. سأل الحد تاني اسمه. امين ناسي اسمه الحد تاني. لا جاب. هو جاب. هو جاب. ويليام شيء مثل كذا اخي امين. انا ايد الله تذكره. لكن الصورة التي جابها ليست من كلام كام. وذلك الكلام ليس منقولا على الكام. لكن تعرف المغالطة ايو سيد شريف انا حققت لاحقا في الصورة. لا توجد في تلك العلاقات التي جاء بها بان الحركة تكمن. هو قال لك اتكب مغالطة اخرى كبيرة جدا. قال لك يا سيدي لا شوف. العلاقة العلاقة. الحركة ليست. قلت له اين هي الحركة تكمن. قال لك لا العلاقة نسبة. الحركة نسبة او علاقة. كيف تكون الحركة نسبة او تكون الحركة علاقة. يعني هذا الامر لم يقول به احد. حتى في الخلافات بالمناسبة. يا للامانة توجد خلافات. في تعريف المقولات. في الحديث عن المقولات توجد خلافات. لكن لا يوجد احد قال بان الحركة نسبة. لا يوجد. مثلا هناك من قال بان الحركة هي مقولة. هي نفسها مقولة قائمة بذاتها. يعني يوجد عندنا مقولة الكم. مقولة رد. إما يكون قارراً او لا يكون قاررا. فاذا لم يكن قارراً فهو الحركة. واذا كان قارراً فإما يعقل اه بالاضافة الى شيء اخر او او يعقل بذاته. فاذا كان يؤقل بذاته فهو الكيف. واذا كان يؤقل بالاضافة الى شيء اخر فهو الكهم. الى اخر الى اخر تقسيمات. على اي احاله نحتuger اخص الفكرة. نحن هنا عندما نتحدث عن المقولات نتحدث عن الممكن الموجود هذا الموجود هو الذي يكون موجودا في الخارج هذا الموجود في الخارج إما أن يكون مفتقرا إلى ما يحققه ويبرزه فإن كان مفتقرا إلى ما يحققه ويبرزه في الخارج هذا هو الذي نسميه العرض إذا لم يكن مفتقرا إلى ما يحققه ويبرزه بالخارج نسميه الجوهر طيب هذا العرض الذي يفتقر ما معنى أنا يفتقر إلى ما يحققه ويبرزه في الخالج لا يمكن مثلا أن تجد لون يبرز نفسه أو يبرز بدون محل أو بدون موضوع يقوم لا يمكن أن تجد الأخضر هكذا تكون ماشي بالشارع تجد الأخضر أو تقول لي مثلا اليوم التقيت بالطويل هنا أطرح لك سؤال الطويل ماذا؟ هل هو عمود؟ هل هو رجل؟ أما تقول لي التقيت بالطويل فقط هكذا شيء اسمه الطويل مثلا كم قائم بذاته؟ أقول لك وصبت بالجنون فإذا العرض دائما يفتقر إلى ما يبرزه ويحقق وجوده في الخارج هذا العرض إما يكون يقبل القسمة لذاته أو لا إذا كان يقبل القسمة لذاته فهو الذي يسمونه الكم باختصار وفيه كم متصل وكم منفصل أما إذا لم يكن يقبل القسمة لذاته فيسمونه الكيف عفوا هناك تقسيم آخر إذا لم يكن يقبل القسمة لذاته يقول لك إما يتوقف تعقله على تعقل الغير أو لا يتوقف تعقله على تعقل الغير يعني هل تتعقله بذاته بدون الحاجة إلى شيء آخر؟ هذا هو الكيف أم أنك لا تتعقله إلا بإضافته إلى شيء آخر؟ فهي الأعراض النسبية السبعة يعني عندنا الجوهر وعندنا الكم والكيف وعندنا الباقي كلها نسب الأعراض السبعة الباقية كلها نسبة لماذا يسمونها نسبة؟ لأنها لا يمكن أن تتعقلها بدون نسبتها إلى شيء آخر مثلا كالإضافة الأبوة والبنوة لا يمكن أن تتعقل ما معنى الأبوة أو ما معنى البنوة دون أن تضيف أحدهما إلى الآخر لذلك حتى نحن في النسب نسمي هذين الأمرين بالمتضايفين يعني يتوقف تعقله أحدهما على تعقل آخر وذلك أصلا هي مقولات العاشر بعضهم يحصرها في أربع مقولات مثلا يقول لك عندنا الجوهر والكيف والكم النسبة يعني يجمع هذه الأمور كلها الباقية السبعة في النسبة يقول لك هي نسبة والصهرة وردي مثلا جعلها خمسا أضاف الحركة والمتكلمون كثير منهم أصلا يقول لك لا يوجد عندنا في الأعراض إلا الكيف والأين وأنكروا أصلا وجود الكم يعني عدد كبير المتكلمين قال لك وجود الكم غير موجود كعرب فهي عندهم مفاهيم اعتبارية أو أمور اعتبارية يعتبرها العقل أما الموجود في الخارج فهي الأين يقولون هي الكيف فقط الجوهر والكيف والأين والأين يقسمونه ويسمونه الكون ويحصرونه في الحركة والسكون والاجتماع والافتراب على أي حال على هذه التقاسيم على هذه الاعتبارات جميعها لا يقول لك مثلا أحد بأن العرض يقوم بالعرض لكن يوجد قول يوجد قول يقولون مثلا بأن الفلاسفة يقولون بأن العرض يقوم بالعرض مثلا نقول حركة سريعة أو نقول مثلا بياض ساطئ أو بياض الناصر هنا عندما تدقق في قول الفلاسفة لا تجدوا أنهم يقولون بأن العرض يقوم بالعرض لكن تجد أن التعريف الذي أعطوهم للعرض ينطبق على هذا الأمر يعني يدخل في هذا الأمر فهم يعرفون العرض بأنه هو الاختصاص الناعج فيجوز أن تقول مثلا بياض الناصر حركة سريعة لكن ليس معنى ذلك أن الحركة تقوم بالسرعة أو أن السرعة تقوم بالحركة فهذه الإشكاليات هو وقع عنده خلط كبير فيها جدا فقال لك يا سيدي بأن الجسم هو كم يعني في نفس الوقت ليس الكم مثلا عرضا قائما بالجسم أو على مقولة المتكلمين بأنه لا توجد مثلا بعض المتكلمين الذين يقولون بأنه لا يوجد أصلا كم ولكن ذلك هو فقط الجوهر المتحقق بالخالي هو لا أقل لك هو كم وفي نفس الوقت هو نفسه الجسم بعد قليل قال لك لا يا سيدي الكيفية الحركة هي كم وعندما قلنا له كيف تكون الحركة كما معنى ذلك هل ينطبق عليها مثلا تعريف الكم بأنه يقبل القسمة لذاته قال لك هناك حركة في الكم فعندما قال بأن هناك حركة في الكم قلنا له هل الحركة تقوم في الكم كعرض فاختلط عليه الأمر يعني اختلط عليه الحابل بالنابل وبدأ يخلط بين قيام بين ما نسميه الحركة في الكم والحركة في الأين التي يقوم عرضان في جسم واحد كانت قال الجسم فنسميه حركة في الأين وبين قيام العرض بالعرض فأنا أتعجب من جهلي بهذه المفاهيم البسيطة الأبجديات ثم بعد ذلك يتحد والمصيبة يا إخوان تعرفون المشكلة أنه بالأمس يعني خانه كانت يعني خيب أمله بدأ يستشهد بآخرين شوي يقول لك أنا كانت فلما تلزيم يقول لك لا أنا وضعي شوي يقول لك لا أنا شوبينهاور يعني صارت الفلسفة شعبة للحفظ لحفظ الأقوال لاستدهار الأقوال والعجيب أنك تتبنى جميع المدائب حتى لو كانت متناقبة يعني شخص هنا مثلا أنا أتكلم عندي منهج يستشرف عنده منهج يستخل يستمشان كل واحد عنده منهج واضح يبني عليه فروعه عنده أصول يبني عليه فروعه لكن أن تأتي شوية تبنى مذهب كان وشوية تذهب المذهب الوضعي وشوية ترجع للأريستو وشوية تذهب عنده أفلاطون هذه فوضى فكرية هذا عدد أعتدل على الإطالة هذا هو الأمر والله المستعين شكرا جزيلا لفتبرك يا أستاذ أمين والله مبارح يعني بصراحة أنا في الآخر لقد ما في الآخر قلتني طب سلام عليكم أنا بصراحة أنا كنت هتجنن يعني بصراحة فإحنا فعلا عايشين في حالة من التصوص الفكري بطريقة غير عادية خلنا انحطاط في العقل يعني واحد جاي يقول لي كانت طب حبيبي أنا مليش دعو بالأسماء احنا مش بنكلم عن الروايات تقول لي فلان روى كذا أنا عاوز أقول لي أنت فاهمه وقالي واستلاله ده تعف تستدلي بيه أنت فاهم كلامه أصلا فيعني ربنا ايهدي وأنا متخيل اللي هو فعلا فعلا أنا هقدمه بس مقدمة المدخل بتاع كنت لا أحسب في الكتاب النقد العقل المحدد تحديدا لا أحسب أنه يضبطه ويفهمه ويقوله كنت لا أحسب المستوى ده يا إخوانا لا يمكن يكون قرأ كنت لا يمكن لمن قرأ كتب كنت لا يمكن هذا المستوى يكون قرأ أحسب أحسب يونس يتابع التلفزيون ايه كمل دكتور شي لا لا أخلص لحد لي تعليق يتفضل أكمل أنا ماشي بالدور طيبة شيك شريف طيب اللي يعني عنده مشاركة أو تاني السلام عليكم عليكم السلام أهلا شيخ عايد أهلا شيخ عايد أهلا مرحبتين أنا أعتقد يا جماعة أنا كنت يعني أحضر له رمات سابقا فهو كان يعني ما أحد يسئله هو بس يتكلم كده يسرب سرب طبعا ما تعرف من وين هذي ومن هذي وبه ألف هذا اللي هو يعرفه فالله يسامح الشيخ أمين والشيخ خالد هو يا جماعة هو حافظ شغلات ويسرب سرب بس أنت تسئله على طول يصير عنده لاق معينة وأنا أعتقد أنه كان يتكلم عن الحركات العربية عند الفلاسبة وهي الموضعية والانتقالية والكيفية والكمية بس مش ضابطها أصلا مثل عاد الإمام في مدرسة مشاغبين شيخ عايد أنتوا أقولوا لي وأنا أقول على طول يعني الرجال بس نطر أي كلمة يمشيها يعني فالمشكلة عنده هو حافظ عندك لما ناضر الدكتور طارق وأحرج وطلع كده تناقض بكلامة زي أن أخبرني الجلس الأول من كتاب كانت صفحة كده ماذا يقول كده أنا لا أستخدني بماذا يقوله لا 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 هو طبعا سقط جدا مع دكتور طارق إنما بصراحة بصراحة السقوط المدوي كانت السقوط المدوي يعني إنبالح ده اللي يقول والله لو واحد في أول مرة إحنا عندنا في مصر بردس الفلسفة في قولة سنوي لو لسه في الترمي الأول في قولة سنوي يعني في قولة رابع في مدرسة أم الفحمة في مصر ودرس وقالي الكلام ده ده المدرس يضربه يعني أمشيها من هنا يطلعوا عبر الفصل لما يكلم اللي عرض ياسير والعرض اللي هو فين حرضك ده إزاي عملتها ده يعني بصراحة المدرس كان سقوط مدوي فعلا يعني والغريب في القصة يا إخواننا انت عارف يا شيخ أميني لو هو فتح غرفة بعدها؟ انت عارف كيف؟ شوف أنا أقسم بالله وسهل شريف هو لم ينم البارحة واستيقظ مع الصباح استيقظ مع الصباح الباكر لم ينم لم ينم يعني 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 أنت يابد أنت يا حبيبي اللي إزايك يعني دكتور شريف يترد من شاهق يعني دكتور أنا عندي سؤال لك دكتور شريف وأدو يعني الجاوبة أنا مثلا لو كان مثلا شخص يناظر مثلا الدكتور شريف أو يناظر شخص آخر ووقع هذا الشخص فيه تناقض فيه تناقض ورا تناقض ورا تناقض والمشكلة يقول خلاص ما في مشكلة أكمل كيف أكمل معاك يعني حبيبي أنا قاسة يعني ما ليش ده مش تناقض يا إخواننا في حوار عشان كده الغاية الآخر أنا بصراحة ما جيت كلمة طب سلام عليكم بقى شكرا أنت نورتنا الله يعني ده ما ينفعش تقول التناقض يا إخوان ده مش تناقض دي بلوة ما حدث الأمس كان جنون تخلف عقلي ده شغل بله مغولي لما يجي يقول لك مو مصر ده مصر ويفتح غرفة تاني ويقول لك أيها الكم الكم ممكن والنسبة والعلاقة نسبة ايه يا عبا اللي انت بتقوله ده انت بتتكلم في ايه يعني فاع ده شكرا يا إخواننا جزاك الله خيرا السلام عليكم الله يكرمك خلينا نتكلم في الموتوشا ايه رأك في برشلونة وريال مدريد نتكلم في نوع الطبخ الاكلة الفلانية نروح نتابع الشيخ شربيني بتاع اللي بيعملينا الاكل في مصر عندنا المحش أحسن ورأ كرومب أحسن ولا الفلف الأحسن إنما انت هبني بتقول كلام جنون ليس تناقض يا إخواني تناقض دي كلمة يعني ما تنفعش تتقال على الحصل المبارك لا لا مو عن البارك دكتور لا الدكتور طارق قال انت وقعت هذا تناقض وهذا تناقض وهذا تناقض ما عنده مشكلة مكمل يعني هو لم يقف عند التناقض هو يقف لا هقولك على حاجة يا شيخ عائد في ظاهرة أول ما نكتشفها الشيخ مش عائم ما نكتشفها في كلاب هاوس اللي الملحدين ما عندهمش مشاكل يكسفوا ويحراجوا ومنظروا بيبغلق ما عندهمش شكل خالص يعني ما عندهمش مشاكل اللي هو يقول كلامه ويرجع يجذب في الغرفة اللي بعدها ما عندهمش شكل خالص اللي في ناس كده فعلا يعني ما عندهمش مشاكل خالص اللي منظروا يبغيحش قدام الناس مش مهم بيكمل برضه انت فهم قصري فدي يا أستاذ شريف لا خكش بالي منها اللي لما قال لي أستاذ شعان قال لي انكس كده شوف يجذب ويروح يجذب ولسه بعد نص ساعة يكس ذاب سبحان الله يا أستاذ شريف هل توزد جريمة بعد الإلحاد؟ والله يا أستاذ شريف يعني الإنسان خلاص يعني هو ارتكب الأكبر كيف يعني كيف يعني ينتهي يعني الأصغر يا أخوان الناس دي خطيرة جدا والله العظيم تخيل لو البشر دي موجودة في شواليح الآن سيفتحون يا أستاذ شريف سيفتحون الغرفة عاجل المتطرفون يقولون الإلحاد جريمة لا عازلوا بحاجة يا أستاذ أمين لما بقول لي أخوانا الناس دي خطر تخيل لو الناس دي أخوانا بتقعد مع أبائنا مثلا مع أولادنا في الشوارع والمدارس والجامعات هتخلي البشر الناس متخلفين عقلية أولا ده أول حاجة متخلفين عقلية الحاجة التانية ما عندهمش دم يعني يطلع يجذب ويطلع يجذب على الكذبة بتاعته الكذبة بتاعته يعني فهموا الكذب المتسلسل ده الذي لا نهاية ألا فهيطلع خلقيا مشوه نفسيا هيطلع مشوه عقليا هيخلي عليك جننه يعني واحد بينقش في السببية موجودة أولا لا انتهى بليابني واحد بينقش الدكتور يناقش في الوجود يا دكتور إنه هو موجود أو غير موجود يقولك فاكر لما كنت عملت ست ساعات مع واحد وتلاخذ لك على شكل كنا موجودة التربيزة موجودة ايه يابني داك اخبط راسك بالتربيزة وشوف هي موجودة ولا لا يعني ست ست ساعات والله يا أخوان مناظرة موجودة ترى تقريبا ست ساعات الدكتور شريف في النهاية وصل معا إن الرجل مش متيقن إنه هو مش موجود ولا أي شيء حوله موجود انتحار عقلي هذا هذا ليس علما ولا والله العظيم خطرين على أولادنا على أولادنا دكتور شريف أنا سمعت بعد مناظرة الأخ ماهر أمير مع ملحد جزائري تم توبيخها يعني فقال أحد الملاحدة يبني دنت ملحد قول أي حاجة يعني يعني مشيها لا تجزن يعني ما تجزنعش أمام مشي المسألة يعني أي شيء يطلع معاك قوله يعني أنا أذكر تذكر الدكتور شريف لما كنا نتناقش عن السببية ثم قال ثم استوى على العرش قلت له ايه يعني ثم استوى على العرش ايه القفزة هذي قال ايه وأنا عارف إنها قفزة كنتها مشيها قلت له مش هتمشي يرجع مرة ثانية ما عنده مشكلة يعني في قضية إنه يخلط الأوراق يمر الكذبة اهبد اهبد إلى أن تصل إلى نتيجة يعني تخرج بأقل الخسار هذي القاعدة التي يسيرون العقل لا بس أصدقى السلسية دي خطيرة يعني أستاذ مش عاين عشان كده بنقول يا إخواننا الموضوع دا خطير اسقاط العقل واحد اسقاط المعنى الخلقي اثنين اسقاط المرؤة أن يكذب على حد ولسه الغرفة مقفولة ويطلع يقولوا قد أخطأوا وهم جهلة ولا يعرفون مش عارف المنطق اللي شعفها يا كذاب دا لست أصدقى أمين قفل المتاع قفل الغرفة دا أنت مش عارف تتكلم يا كذاب يعني مش عارف ايه دا فسبحان الله التلات حاجات دولت لو علموها لأولادنا يا إخواننا لو العيال يتعلموا الكلام دا فإيه إيه دا عدمي يؤدي إلى انهيار عشان كده أي حد ملحد لا ينجح أصلا هتلاقي مش نجح في حياته ولا نجح حتى في شغله ولا متطمن قلبيا وشوف يا إخواننا الدراسات اللي اتعاملت في أمريكا والله كان فيه كذا دراسات السوسيليجية ممكن رجبها لكم اللي الأمريكان أكثر من سبعين في المائة لا يسقون في الملحدين لا يسقون أضمم لين المعنى الخلق ليش موجود لانش شكل يجزب معدوش شكل معدوش ورؤة معدوش شكل يجزب ويروح حتة تانية ويبقى منظره وحش ويطلع يطلع برضو غرفة تانية يبدو انت منظرك بقى وحش خلينا استمجي أخواننا لو هد ليه التعليق تفضل تفضل أنا والله فقط كنت أريد أن أقول يا دكتور شريف فضل العافق فقط كنت أريد أن برك الله وفكك أستاذ محمد فقط والله كنت أريد أن أقول يعني بالنان أستاذ أمين بالأمس يعني ما عضي رجانيهات جاتني مكلمة والله العظيم يعني أستاذ أمين بالأمس يعني لم يريد أن يلزمه عندما طيب أحد يتكلم يا إخوة يعني لدي مكالمة يلا أوكي بالنسبة للهابة أنا سميته جاه المغرور طبعا فعلا أنا يوم سمعتكم في تحروم عقب أمس فهو جاه المغرور بمئة بمئة أنت الموضوع أنا كنت أقول أنت يا جاه المغرور يا شخص يريد للحظ بس هو جاه المغرور طالع وانتهى وإذا كان نتاج الفلسفة الغربية يعني كانت وهيوم في نقضة السببية اليوم التي سمعتها من الدكتور شريف طبعا نحن دائما نناقشهم فيه للأمانة يعني الفلسفة الغربية التي يتكى عليها الملاحدة منحطة عقليا للأمانة يعني نحن نرد عليهم بكلام قالوا المتكلمون قبل تقريبا ألف سنة في يعني في استنباط السببية فسبحان الله يعني طالما أنهم يعني متكئون على هذا الإرث المنحط فكريا فلا أظن يعني أنهم سيتجاوزون مكانهم يعني هؤلاء القوم ودائما نقولها يعني دائما نرددها يعني الحمد لله على نعمة المحدثين والمتكلمين في هذا المنحط تفضل يا استاذ فدى الإسلام عاوز تقول حاجة تفضل يا فدى فداء طيب استاذ خالد خالد سلطان خايد مجد يا سلطان طيب استاذ يوسف شيخ يوسف تضل السلام عليكم عايق يوسف حيا الله لإحواء كميعاد لا أنا والله ما عنديش مشاركة أنا بس بتشكر حضرتك يعني وشكرا لك على المجوة الجميلة شكرا لك على المجوة الجميلة حبيبي رباه عزك رباه تفضل يا معايز يا شيخ أنا استاذن حضراك بس لو تقولي استاذن حضراك تاني يا شيخ لو تعيد الجزئية بتاعت اللي هو ما وراء العالم اللي هو خارج الكون النقد لمستاذ الكلام يا بص يا فدى هو ما عندوش إلا تلت تلت ردود هو بقول ما ينفعش خارج العالم أنا مش هقوله انت جبت الكلام ده مني يعني عبق الإثبات عليه بس ماشي يا عم انت شايف لو خارج العالم ولا سلمتلك تمام اللي سببها تعمل في العالم فقط تمام كده والعقل اللي لا يفهم السببها إلا في العالم بس أول جزء أول جزء كان في العالم أول جزء كان في العالم كان له سبب ولا لأ فهيقول لي آآ ليس له سبب فيبا كده نقض نفسه لأنه قال لي كل جزئيات العالم لها سبب فما ينفعش هيقول له سبب من العالم هقول له يا حبيبي العالم مش موجود هو أول جزء انت اللي العالم هو اللي صنعه. مفيش عالم. هو اول جزء في العالم. تمام? ده الاجابة التانية. الحاجة اما التالتة هيقول لها سبب. هقولوا السبب ده فين? ملوش اللي هو خارج العالم. بس خلاص سقط ما قد. وصل يا معزي. وصل يا فانت. شكرا جزيلا. يونس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يونس. شكلك تتابع فيلم في السينما يونس. سبعنا صوت تلفزيون عندك. ايه تلفزيون شغال. لا انا انا راح داخل ان شاء الله شوي هنا وانا معهم. الحق هذا اللي كان عنده مداخلة يا شيك شريطة. يونس. على الكلام النهاردة بتاع الكوانتم. ربنا يحفظك يا شيك يونس والله. ماشاء الله عليك. ماشاء الله انت في النقطة دي شطر جدا الله اكبر عليك يعني الله اكبر عليك ربنا احفظك رب وانفع بك يعني. هو يعني ما كنت اريد ان اقول له يا دكتور شيريف يعني بالامس يعني ان الاستاذ امين والله العظيم يعني لم يريد ان يحرج يعني خصوصا عندما في الاول يعني ادعى او قال بان يعني سانقل لكم كلام كلام كنت يعني من كتاب كنت لكن هو في الاخر لم يأتي بكلام كنت بل اتي يعني بكلام لواحد اخر يعني والله يا فك الاسم يعني كان يبتدي انا يعني اتذكر جيدا انا اذكر جيدا انه يعني يبدأ بويليام لكن باقي الاسم يعني لم اذكر حد يا اخوانا طب سجل حد سجل اخوانا امين لم يركز. مسجل مسجل مسجل. طب ابعتول امين بالله عليك. اللي هنا اللي حصل هنا مش اللي هناك. اه نعم مسجل سيرسلوا لي بعض الاخوة سجلوا هذا اللقاء ستواصل معهم. لكن المشكلة. انا اخي عادل بالمناسبة. انا عدة مرات والله لم اريد احراجه. اول اول غلط ارتكبه في الغرفة الاولى. سألته قلت له الحركة في اي مقولة تدخل. قال لي في مقولة الكم. تخيل ان الحركة في مقولة الكم. يعني اذا خليت حركة. يعني في ذاتها ونقول عزلتها. هل يمكن ان تقسمها؟ هذا هو تعريف الكم. التعريف اصلا هذه المقولات تسمى اجناس. هي اجناس عالية بسيطة. ليس فوقها جنس حتى نعرفها مثلا بالما هي. لكن نعرفها هكذا بالرسوم بالرسوم غير التام. الرسوم الناقصة. فنقول مثلا بان الكم ما هو ما يقبل القسمة لذاته. طيب طبق لي هذا التعريف على الحركة. مش جيد تقول لي لا هناك كان عنده الكم. ولا تقول لي فيزياء الكم. وتذهب تعرف للكم عنده فيزياء الكم. يعني لما اقول لك انا العين هذه الجارحة تقول لي لا هناك عين النهر وتعريف عين النهر هو الماء الذي يسير من عين النهر. لا يا عزيزي نحن تحدث عن الكم داخل دائرة المقولات. لان اللفظ مشترك. خلاص يعني اي تعريف يمشي معه. مشي. مشي معه تعريف فيزياء الكم. مشي معه تعريف الحركة الكمية في الفيزياء كلاسيكي. اي تعريف. يعني شوف هذا العبد. شوف هذه الفوضى. شوف هذا الشغب. شوف هذه الصفسطة. نحن نتحدث. نحن نتحدث. نحن نتحدث. نحن نتحدث. منها مغالطات مغالطات. بعد شوي صعد عندنا. يريد يعني تخيل. فتح الاخوة ربما اخها لتفتح غرفة. ولم نذكر اسمه. هالي الحركة من مقولة الكم. ونتحدث. فصعد يريد عندنا مثال بالمغربية نقول جايك حلها عماه. يعني اراد ان يكحل عينيها فقام به فاصابها بالعمل. عندنا في مصر جايك حلها عماها. عماها. هي هذه. فصعد قال لك لا يسيدي المقولة هذه عندك. قلت لا. اولا هناك خلاف اصلا. هل نتحدث نحن عن المقولات كتصنيفات للموجودات الممكنة. ام نتحدث عن المقولات كمقولة للفهم لتنظيم الفهم. هناك فرق اصلا. يعني لا تستغل هذا الاشتراك بين امرين. فتخلط للمواضيع. نتحدث عن المقولات. لكن رغم ذلك. لو اين قال كانت هذا الكلام. جاب لنا مصدر. المصدر واضح. يعني مستحيل. اي ان يكون تلك الورقة في احد كتب كانت. مستحيل. يعني واضح. يعني من خلال التقسيم وكذا. يعني تقسيم معاصر. او جديد بعد كانت. يستحيل ان كانت يأتي لك بخطاطات. هكذا يسرح الكثير المقولات. هذا واضح. حتى لمن لم يقرأ كلام كانت. ولمن لا يعرف كانت. واضح. فقلت له من اين. يا اخي امين. اخي امين. والله يا اخي امين. لا اريد ان اقاطعك. لكن والله العظيم لو عدوا الى التسجيل يا اخوة في هذه النقطة بالضبط. عندما قال بان هذا الكلام ولي كانت. وعندما قلت له انت. لا لا هذا الكلام ليس لكانت. والله العظيم هنا يعني التربق. يعني والله هنا يعني الولد يعني بدأ يرتبك. وقال لا هي لكانت. وعندما الزمته مرة. ثالثة قال لا. هذا الكلام لي كانت. ولكن اه المسمى فلان بن فلان يعني هو من نسب هذا الكلام. لا اتحداه. والله يا اخي. واضح واضح. يعني لا نحن لسنا اطفال صغار. واضح. شخص عندما يقول مثلا يقول هيوم. ديفيد هيوم. بان السببية هي نتيجة علاقات طبيعية بين الاشياء. نحن نعرف ان هذا قول هيوم. لكن لما يأتي شخص يقول لي لا والله لا ديفيد هيوم يقول لك يجب ان تكون عندك مقولة السببية كمقولة اولية فطرية حتى تعقل العالم. بدون ان تقرأ. هيوم معروف ان هذا الكلام غير صحيح. ليس من كلام ديفيد. فمجرد ما قال لهذا يقول كانت حتى بدون قراءتي لكانت. انا قرأت كانت ولم اقف على هذا الكلام بالمناسبة. غير موجود في كتب كانت جميعا حتى في مقالاته غير موجود هذا الكلام. لكن مع ذلك عندما سألنا قال لك لا قاله فيلسوف اخر. طيب انت تتحدث عن كانت. كتب كانت موجودة. المفروض ان تأتيني بالكلام من كتب كانت. ليس من كتب كامت. اخي امين. اخي امين. اسمح لي اخي اسمح لي اخي اسمح دقيقة. لكن مع ذلك قلنا له يا سيدي مش مشكة. طيب هذا الكلام الذي اتيت به. وليس كلام كانت. لكن ما محل الاستدلال في هذا الكلام. اين هي الحركة. اين قال هذا الذي اتيت بورقته. والذي لا نعرفه بان الحركة تدخل في مقولة الكامت. قل لك لا هو ادخلها في النسبة. ولا علاقة ايضا. شوف. فضيحة بفضيحة. يعني شخص يغطي على فضيحة بفضيحة اكبر. قام في البداية ادخل الحركة في مقولة الكامت. في التاني جعل الحركة نسبة. النسبة هي التي تكون بين شيئين. يعني لا يمكن مثلا ان تتعقل احدهما بدون تعقل الاخر. كما قلت الاضافة. تكلمنا عنها قبل قليل. مثل الابو والبنو ومثلا. لا يمكن مثلا ان تتعقل مفهوم الابو دون ان تتعقل مفهوم البنو. هنا على هنا نقول بان هذه تدخل في دائرة النسب. تصنى الاضافة وتدخل نسميها نسبة. لكن الحركة تدخل في مقولة الكيف. ما لا يقبل للقسام بذاته او لذاته. ولا يتوقف تعقله على تعقل شيء اخر. فكيف تخلط هذا الخلط العجيب. تدخل الحركة في مقولة الكامت. ثم تدخل الحركة في النسب. يعني اي شيء يشتهي عقلك تقوله. الا تخاف يعني ان هناك شخص اخر قد يحاسبك على هذا الكلام. ان الناس قد يؤثرون عليك كذبان. قد يؤثرون عليك مغالطات. ان كلامك قد يسجل ويصير فضيحة لك فيما بعد. يعني الانسان يخطئ والله عادي. انا اخطئ اقول اخطأت. لكن لا اصحح الخطأ بمصيبة. ثم اصحح المصيبة بفضيحة. واستمر هكذا. والناس والناس يبينون اخطائي. والناس يقولوني هذا الذي تقوله نقد صريح للمعقولات وللمنقولات. ويفضحون اني على رؤوس اشهاد. ثم انفخ اوداجي واستمر وكان شيئا لم يكن. وكأنني لم ارتكب جريمة في حق المقولات. في حق العقليات. يعني هذه الشجاعة التي عند هؤلاء الاشخاص. وهؤلاء الملاحظة بالضب. انا لم ارى مثلها في حياتي. والله ليس عيبا ان يخطئ الانسان. ليس عيبا. اطلاقا. انا ممكن اخطئ مثلا اقول لك. قد اخطئ وانا اقول بان الحركة تدخل في مقولة الكم. لكن يصحح لي مثلا الاستد شريف. او حتى الشخص الاخر الذي يختلف معه. ويبين لي بان الحركة كمقولة وكعارض. لا يمكن ان ينطبق عليه تعريف الكم. اصلا. هي يمكن ان تدخلها في بعض المقولات الاخرى. بالمناسبة. يمكن ان تختلط عليك. لكن مع الكم لا يمكن ان يحدث هذا الاختلاط. لا يمكن ان يحدث الاختلاط بين الكم والكيف. صعب جدا. لان بينهما مائز رئيسي. وهو مائز الانقسام للدات. قابلية الانقسام للدات. فهنا مشكلة كبيرة. واقوم بهذا الخطأ عادي يصحح لي. لكن اقوم بهذا الخطأ ثم اصححه بخطأ اخر. وذلك الخطأ بخطأ اخر. يعني هنا ليست عندي كرامة ليس عندي شرف اصونه. الا اخاف مثلا ان اصعد مجددا امام الناس. وانا مفضوح. بخطأ زينته بخطأ اخر. فهذا هو الامر العجيز في نظر. اخ يوسف كنت تريد ان تقول شيئا. تفضل. ربما يوسف قارج. اعتقد ان الاخ يوسف نازل. ولكن بعدتي رسالة على الخاص سؤال لك يعني موجه لك يا استاذ امين. هو يقول يعني الاخ يوسف ان نقل العقل لمحض ديكانت الصفحة 89 تحدث عن مقولة الكم والكيف. ولم يريد الحركة في مقولة الكم. يعني هذه الرسالة التي باثا لي الاخ يوسف. هو هذا الذي اعرف هو انا اخي عابد. انا في الحقيقة طال العهد بيني وبين قرأت كتاب كامت. يعني قرأته منذ سنوات. لكن لي لا اعرف. يعني لم اقف سابقا على هذا الكلام عند كامت. فعندما هو قال لي كامت. قلت يعني امر واضح. مثلا انا الامام الغزالي قرأت بعض كتبه قديما. لكن اذا قلل الان شخص قول. انا لا استحضر كل كلام امام الغزالي. لكن اعرف ان هذا القول لا يمكن ان يصدر على الامام الغزالي. او لم يقول به. واضح من خلال قراءتي له. واضح. هذا امر واضح مثلا. فكذلك كانت معروف يعني منهجه الفكري العام. فلسفته. رؤيته المعرفية. معروفة. لكن ان تقول لي بان كانت يجعل الحركة في الكم. ومع ذلك مع ذلك. قلنا ممكن يا سيدي. تفضل اعطينا المصدر. فانت كنت تتحدث عن كانت. انا اقول لك مثلا الاستد شريف قال في غرفة كده وكده. ثم تقول لي اين التسجيل? اتيك بتسجيل يتحدث فيه الاستد مشعان او الاستد ابراهيم. يعني